السلام عليكم معكم الشيف المصطفى من مطبخ الأكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل شوربة البرغل نبدأ المقادير بسم الله الرحمن الرحيم هنا عندي قلاس برغل وضفت له اثنين قلاس مي وراح أتركه على النار إلى أن ينشف وأشيله وهنا بديت أحضر الشوربة عندي قليل من الزيت النباتي وضفت له واحد حبة بصل مفرومة ناعم حركته إلى أن يذبل البصل وضفت له اثنين ملعقة تأكل معجون الطماطة وحمسته ويا البصل وضفت له اثنين حبة طماطة مفرومة ناعم وأيضا ذبلتها ويا هاي الخلطة وضفت واحد حبة فلفل أحمر أو أخضر أي لون عدكم صغيرة الحجم مفرومة أيضا ذبلتها ويا هاي المواد وهنا عندي نصف ملعقة تأكل نعناع وإذا ما تحبون لظيفون هاي حسب الرغبة حركت هاي المواد كلها وضفت البرغل المسلوك هذا نشف من بعد ما نشف قلت لكم شلته يعني طفيت عليه النار وضفته هذا البرغل الأسمر ممكن تستعملون برغل أبيض يعني لونه فاتح أو تستعملون برغل خشن يعني يشبه التمن وهنا أضفت اثنين لتر مي خلطته هنا راح أتركه على نار عالي إلى أن تدخن الشوربة بهالصورة وضفت لها هنا ملح حسب الرغبة طبعا قدتوا تذوقوها وشوفون طعامها الضبطون الطعام وضفت هنا رشة كمون ورشة فلفل أسود تابعوني على الانستجرام إراكي فود كي وهنا من بعد ما كملت قدمتها وممكن تسوها أثخن من هذا بس هو البرغل عموما يطيها ثخن يعني ما يحتاج ثقيلة يعني صر ثخينة صر ثقيلة الشوربة إذا خفيفة تكون أطيب وقدمتها وهذا شكلها النهائي جربوه إن شاء الله تعجبكم وألف عافية ترجمة نانسي قنقر